يا مساء الخير يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى النهاردة معاكم إمام مختار وهنفضل مع بعض كل يوم 2 ساعة 7 بالدقيقة على القناة الأولى النهاردة بقى هتكلم معاكم عن حلاوة البدايات وزي ما بيقول الهضبة كده عمر دياب في أغنيته الأخيرة حلوة البدايات كلها حكايات حقيقي لأن غالبا دايما البدايات بتكون جميلة تكون جميلة وحلوة يا سلام على حلاوة البدايات حلاوة البدايات تلاقوا الواحد مننا كده يقعد يتكلم في التليفون بالخمس ست سبع ساعات بيحب في التليفون وديجي بعد كده يفكر يقول هو أنا إزاي كان عندي الطاقة دي أن أنا أتكلم كل الكلام ده وممكن الناس دي أصلا عشان تتكلم كلمتين يعني أنا ممكن في العادي ما أقولش كلمتين 3 على بعض ما عنديش خلق زي أنا ما عنديش طاقة أن أنا أتكلم لكن أول ما أحب وبداية العلاقة في البداية لا دا نتكلم بالساعة والتنين والتلاتة وتقوله إيه الكلام ده بيجي منين؟ ما عرفش الإبداع في المشاعر والقلب اللي بيمبض وأحلى كلام ممكن نقوله للي بنحبه هو بيجي لوحده هو القلب كده بيفنن ويبدأ لوحده ليه؟ إحنا في البداية عايزة أقول كل حاجة حلوة عايزة عايزة أحس أن أنا اللي قدامي ده يعني أحسسه بالأمان والحب والاحتواء والعطاء وهو نفس الحكاية كتير جداً بنلاقي في البدايات الوعود يعني لا دا دا أنت هتبقي براتي دا أنت الست الوحيدة اللي في حياتي دا أنا عمري ما هزعلك في لحظة طول عمر الغاية آخر يوم في عمري دا أنت تتشالي كده على راسي وفي قلبي دا أنت بنت قلبي دا أنت يروح عمري وتلاق وحتى مسجلني على الموبايل حبيبة عمري وإيه الحاجات الحلوة دي؟ طيب حتى الأم على فكرة يعني مش بس في العلاقات العطفية حتى الأم أول ما بتخلف بيبقى ابنها دا في حضنها كده ما بتسبوش تحس إنه هو لو عاية تجري لو هي نايمة سمعت هو بيزمزق بس كده سمعها بتجري أحسيس أحسيس لكن في الأول الأول ما الولاد يكبروا شوية ودخلوا بقى سن مراحقة وكبروا كده وبقى تمام تلاقي مشاكل بقى والأم بتشخط وبتنتر تاخد هدومها كل شوية والله لا سيب لكم البيت وامش والله العظيم لطفة شوية ولا حد يعرف مكان خلاص يعني البدايات دايما حلوة بدايات الحب بدايات الجواز بدايات الخلفة خلاص بس أمر وجميل وبيبي وأطعوا بوس وأصغرنا لسه كده على إيدي حلوة البدايات حتى في الشغل حتى في الشغل أول ما بنشتغل جديد تلاقي كده أنا بروح قبل معادي قبل معادي بساعة وساعتين أنا موجودة ولبسة وصحية بدري وأخد الشعر التمام وكل حاجة مبسوطة وأعمل حساب الزحمة لا ده الطريق زحمة أنزل في ساعتين ثلاثة وبقاحت في الشغل مهتم جدا وبشتغل بضمير جدا وكل حاجة ومفنجل عينها اللي اتنين كده هو آه لا أنا تمام لازم الشغل في البداية الناس تقوله علي عظيمة يعدي سنة سنتين ثلاثة نبي بس قديني الورق ده ونبي بس ممكن تقونتي معاديا كده تدخلي ده المدير وحاجات كده طب هي البداية دي يا جماعة بتروح فين ليه دايما بنتغير وليه دايما النهايات بقى بتبقى عكس البداية التمام يمكن النهايات في العلاقات كمان العلاقات العاطفية في الجواز في الخطوبة ليه النهايات بتبقى مؤسفة جدا وبيبقى دمها تقيل قوي وبيبقى ما فيهاش أي حاجة حلوة من اللي احنا كلها عشناها في البداية يعني ليه بيبقى فيها قلة أصل ليه بيبقى النهايات فيها ندالة ليه بيبقى النهايات بيبقى فيها الجحود يعني النهاية دايما ما بيبقاش فيها مشاعر ليه ليه وإحنا بننهي أي علاقة بننسى كل الحلو وبننسى كل التضحيات اللي الطرف التاني عملها عشاني ليه بننسى العشرة والعيش والملح والذكرات الحلوة والحنية والحب كل المعاني الجميلة دي ليه في النهاية بحس إنه قدامي واحد تاني خالص أنا معرفوش هو أنت مين هو ده اللي أنا حبيته هو ده اللي أنا ضحيت بسنين عمري عشانه هو ده اللي أنا كنت سابورت ليه هو ده اللي أنا سبت شغلي وعيلتي وناسي وصحابي ودنيتي كلها عشان أنا بواقفة في ظهره عشان بواقفة معاك واسندك عشان تكبر وافرح بنجاحك هو ده اللي كان بيعيطلي ويقولي إن قوعت ونجعيني وقوعت سبيني في يوم الأيام لحسن أموت من بعدك هو ده الراجل اللي كان بيقولي أنت الست الوحيدة على الكوكب كله أنا ما بشوفش غيرك هو ده هو ده هو ده ليه في النهاية بيبقى راجل تاني خالص أو بني آدم تاني خالص أنا النهار ده معاكم عشان نعرف ليه حلاوة البدايات بتتقلب لمر في النهايات هيكون معانا الأستاذ إبراهيم خطاب أخصائي نفسي واستشاري أسري عشان نعرف منه إيه اللي بيحصل قبل ما نتقابل مع عضفنا هيكون معانا من خلال زوم اللايف كوتش وأستاذ محمد طارق هنفهم منه أكتر يعني حلاوة البدايات والنهايات بس طبعا مش عايزين نحرق أول قصة لكن هنفهم منه يعني ليه حلاوة البدايات بتبقى حلوة قوي يعني بيبقى لها طعم كده مختلف تماما مساء الخير يا فندي مساء الخير يا فندي أه بارك إيه أهلا وسلام بيك وأهلا وسلام بالسادة المشاهدين طبعا ليه بتبقى حلوين قوي 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 كرجالة في البداية وبيبقى عندك خلق وخلقك بيبقى واسع وبتتكلم كتير وبتحب كتير بتبقى كيوت قوي أولا هي الفكرة كلها إنك سواء يعني البنت عمتا هي بتبقى سبب كل ده ده في البداية عمتا ليه هي البنت بتكون مستعدة لإنها تفتح قلبها لأي حد هيديها الاهتمام المعين اللي انت بتتكلم عنه ده إزاي هي بيبقى عندها نقص سواء بسبب مثلا والدها مش بيعملها كويس بسبب إنها عايزة تحب زيها زي أصدقائها وتتجوز وتلبس الفستال لبيض والكلام ده فده بيخليها إنها تفتح لقلبها لأي حد أي حد ممكن يخش يقول لها أنا بحبك ويهتم بيها ويلبس بقى عارفة أنت القناع اللي انت عارفة ده يبدأ يلبسه ويديها كل الاهتمام وكل الأحسيس وكل المشاعر الإيجابية وبعد ما تبدأ خلاص العلاقة وتبدأ تقول بحبك تبدأ تكتشف إن الشخص ده ما هواش الشخص اللي هي حبتب ليه هي عندها نقص في الاحتواء عندها نقص في الاهتمام عندها نقص في المشاعر اللي هي محتاجة تحسها فالشخص ده بيدلها كل ده بس يا محمد أنا معاك جدا بس أنا مش معاك في نقطة معينة أنت بتقولي البنت دايما بتحلم بالفستان اللي أبيض لا البنات اليومين دول لا 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 البنات بتبقى عايزة تشتغل ويبقى ليها كارير وتبقى نكحة البنات أنا ببقى مصوطة جدا 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 لما بلاقي معظم البنات يعني لو عشر بنات قاعدين فأنا بقولك يا محمد يعني بالتأكيد تمانية منهم تمانية منهم عايزين يشتغلوا وينجحوا ويشوفوا حياتهم بس البنت مش هي اللي بتجري على الشاب لأ أنا الراجل هو اللي بيجيلي أنا مش بقولي ان هي اللي بتجري على الشاب يا فنجل تبا تديني بس فرصتي هو اللي بيقنحها قدي ايه كم معجب بيها قدي ايه كم متابحها وهي قاعدة في الشغل ولا نزلة ولا في الموصلات ولا قدي ايه بعت لها كم مرة وهي ما ردتش عليه يعني مش هي اللي بتروح تدي العطاء قوي لا ده فيه راجل بييجي بيديني كل حاجة حلوة لدرجة إن أنا ممكن ما كنش بحبه أصلا بس أحبه من كتر اهتمامه بي ومن كتر مكان ايه ده دم تبعني وبيحبيني قوي وما فيش حد بيشوفه غيري فالراجل بيدخل بقوته في الكلام الحلو كل ده جميل ماشي كل ده جميل الراجل بيعمل كل ده بناء على ايه ده لما بيلاقيها بتهتم بيه بيلاقيها طول الوقت بتلاقي طول الوقت عمال بيهتم بنظراته بيهتم بالخدمات اللي بيقدمها لها بيهتم بكل ده هي بتفتح قلبها بناء على ايه بناء على انها محتاجة للشيء اللي هو بيدهولها ده هي خلاص مقلقي حد لدرجة نهاية ممكن تحبه اكتر من اهلها كمان لانها شايفة بيهتم بيها جدا بيحتويها جدا جدا بيخاف عليها جدا جدا بيعمل لها كل شيء جميل وبعد كده بعد كده لما بتبدأ تقوله بحبك تبدأ تقوله انا كمان نفسة كون معاك انت احسن من الدنيا كلها ايه اللي بيحصل المشاعر دي بتقل طب هي بتقل ليه بتقل لان باختصار الشخص ده بيكون عنده الرغبة القوية جدا في انه يوصل للهدف الممنوع ده يعني طول ما هي منع نفسها وطول ما هي بتتقل طول ما هو هيدي خدمات وهيبدأ يدي حاجات كتير جدا تلفت نظر الانسان دي علشان خطر تبصله علشان خطر تهتم بيه طب بعد كده لما يبدأ يدخل بقى في ان انا بحبك وبموت فيك وحشتني وانت عندي احسن رجل في الدنيا كلها يبدأ يعملها بمزاجه هو بس يعني يبدأ يكلمها على مزاجه اول في الوقت اللي يعجبه كان الاول اول ما يصح يبعت ميسج قبل ما ينام يبعت ميسج زي ما حضرتك قلت في البداية بيفضل طول الليل هو وهي يتكلمه في كلام كتير جدا ووقت ما خلاص يضمن وجود الانسان دي خلاص الموضوع ما عادش محتاج كلام خلاص هو بيبدأ ياخد بعض وبيمشي النهاية بعد كده للأسف بتبقى مؤسف يعني ده مرض نفسي يعني لازم تفضل طول الوقت البنت في حالة تأهب ان انا مش هفهمه او ان انا بحبه مش هديله الضمان الكامل لا 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 ما حدش قال كده طيب ولكن كل حاجة حضرتك بالعقل اتفضلي اول ما بيضمن حبها اول ما بيحس ان هو رقم واحد في حياتها هو بيتغير خلاص طب بيتغير ليه اه طبعا وليه ليه ليه واحدة بتحبني وكويسة معايا وبتعملي كل حاجة حلوة وبترضيني وبتحبني يعني ليه اتغير يعني ليه لان يا فندم الحاجة زي ما انا قلتلك هو دايما الممنوع مرغوب العلاقة اللي دايما بيبقى فيها حاجات كتير جدا يفضل يحارب ويلفت نظرها ويروح وييجي وهي يا دوبك بتدي شيء صغير بس من التعبير ان هي مبسوطة من الحاجة دي ولكن الشخص ده لما الشخص ده بيقس امتى الانسانة دي بتكون خلاص بقت حباه وبقت مش قادرة تعيش من غيره لما يحصل اول تطش بينها وبينه لو حس ان في اول تطش ده تفضل ترن وتتكلم وتفضل على طول عايزاه ومعليش انا اسفى وهعملك اللي انت عايزه الكلام ده يبدأ يعرف ان هي خلاص بقت موجودة 24 ساعة ضمانها خلاص كده يبدأ يعملها بمزاجه ويبدأ يعملها زي ما هو عايز ويحطها زي الخاتم في صباح شمال شمال يمين يمين فهي في الاول وفي الاخر هي اللي بتصنع ده لو هي تعاملت معاه بان من بداية كده انت تخنقت معايا خلاص براحتك مش عايز تتكلم ما تتكلمش انا من البداية بقولك انا اسفى مرة واحدة بس خلاص مش عايز تسامح خلاص مع السلامة سلاموا عليكم يبدأ هو يعمل لها الف حساب ويبدأ هو يتكلم معاها بعد كده بطريقة كويسة ويبدأ يحس ان هي مختلفة عن اي حد تاني انا معك جدا على فكرة يعني انت عارف ان معظم الستات والبنات ابتدوا يفهموا اللعبة يعني اللي هو هو انا اول ما اشيلك بقى واحتويك اول اشيلك عراسي انت بتعمل كده فيها فابتدت برضو البنات اللي هو لا خلاص تمام انا طول الوقت اخليك بتجري وبتكعبل عشان تعملي الحاجات الحلوة اللي ترضيني بس المشكلة بقى المشكلة المشكلة يا محمد ان زي ما فيه رجالة توكسك فيه ستات توكسك يعني انا باخد راجل هو اردي متعقد من واحدة قبلي يعني اللي هي سوته على الجنبين زي ما بيقولوا بالمصرية كده اللي هو راجل خارج من علاقة توكسك طول الوقت بيدي الست دي او البنت دي وهي عادي بيدي لها وقته وحياته وفلوسه وهي عادي انت ما عملتش حاجة فضيعة فبتيجي بقى البنت تحس انه مجروح او خارج من علاقة مثلا صعبة فاحنا كستات بنحتوي بقى زيادة اللي هو يا حبيبي لا ازاي لا انا مش زيها واول العلاقات اللي بيبوز اللي هو انا مش زيها لا فتدي بقى بزيادة مشاعر زيادة عطاء زيادة اهتمام زيادة فانت شايف ان البدايات عشان تخلص وان شاء الله ما تخلص يعني ان شاء الله تكمل يعني حلاوة البدايات دي الرشدة اللي هو تكمل لغاية النهاية ما نشوفش النهايات بقى في الاخر ازاي بالتوازن علشان البنت تقدر تحمي نفسها او الشخص عمتن اللي يقدر يحمي نفسه من فكرة ان النهاية تبقى سيئة وتبقى وحشة هو ان يبقى هادي جدا في العلاقة يعني كل ما تلاقي العلاقة دخلت في نطاق لاهتمام قوي 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 24 ساعة بنتكلم و 24 ساعة مع بعض لازم تعرف ان النهاية وحشة لازم البنت تتعامل بانها لازم اول حاجة تهتم بالكارير بتاعها كويس جدا 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 لان في بنات كتير جدا للأسف وده كتير جدا بتسيب دراستها وممكن ما تهتمش بشغلها ولا بالكارير بتاعها وتقولك انا اللي يهمني محمد انا اللي يهمني احمد خلاص ده بالنسبة لي كل حاجة وبعد كده بتلبس في الحيط لكن الراضي تم خلينا يا محمد نقولها نقط نختم بيها خلينا يا محمد نقولها نقط رقم واحد اول ما انا اشوف علاقة سبايسي جدا اهتمام بزيادة غيرة بزيادة في البداية اقلق دي هاتخلص واول ما اقلق اول ما احس ان العلاقة فيها اهتمام كبير جدا جدا لازم لما اقلق ابدأ اوقف وما ينفعش اوقف مرة واحدة لا احنا هنحطها نقط نقط بس يا محمد نقط بس يا محمد نقط بس الاهتمام الزيادة والغيرة الزيادة دوء احمر خلي بالك تاني حاجة خلي بالك على طول تاني حاجة تاني حاجة ان البنت لازم تحتم بكاريرها كويس جدا دا كاريرها دا هو يبقى رقم واحد في حياتها لان الراجل كل ما يلاقي الست او البنت محتمية بالكارير بتاعها كل ما الراجل هيبدأ يحبها اكتر ويتعلق بيها اكتر ويحس ان هي لها قيمة كبيرة جدا جدا فيبدأ يحطها على راسه ويبدأ يعملها معاملة الانسانة او المالكة اللي انا صعب اخسرها علشان انا عارف ان انا لو خسرتها هي كل ما تعلم في مقامها في الكارير بتاعها كل ما هيبقى فيه شخص احسن واعلى منه ثقافيا وماديا وكل حاجة حياخدها منه محمد بشكرك جدا بشكرك جدا بس النقطة دي احنا نعمل عليها حلقة كاملة مش عايزين نحرقها بشكرك جدا بشكرك جدا يا محمد وان شاء الله تكون معنا في حلقة في وحكة عنا مرسي يا محمد ربنا يخليك وانا سعيد جدا كنت معكم النهار ده وشكرا لحضراتكم جدا شكرا يا محمد طيب دلوقتي مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا ونستقبل ضيفنا معنا في الستوديو خليكم معنا اهلا بكم معنا وشاهدينا مرة تانية ونروح بقى لأستاذ إبراهيم خطاب أخصائي نفسي واستشاري أسري ولي هنتكلم معنا حلوة البدايات وجمالها هي الحاجات الحلوة دي بتروح فين وليه دايما البدايات بتبقى أروع ما في العلاق وممكن نبقى سايبين العلاق سانة اتنين تلاتة وطول الوقت مركزين في الحلوة البدايات خلاص نسيها مشي لا أنا شايفها البدايات ازايك يا أستاذ إبراهيم اهلا نسيها ازاي حضرتك الحمد لله يعني حقيقة أنا مش هديت كلامي تاني بس يعني البدايات البدايات طول الوقت بيبقى فيه اهتمام في حب في وعود ولا الوعود في البدايات مهما حصل طب انت أهلك أصار عليك استحالة أنا حدش يقدر ده أنا سيبك ده أنا لو مين وقف قدامي عمري ما سيبك أبدا طب شغلك لا ده أنا لو العلم كله سيبه عشان خطرك حب حب غيرة 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 جمال كلام مقطع شريين وعليها 24 ساعة طب وبعد شوية البدايات دي بتروح فين ولا إحنا اللي عايزين نعيش الحالة دي طيب الأول هي البدايات موجودة طول الوقت ودايما أي علاقة في الدنيا وهي بتبتدي دايما بيبقى فيها نوع من الحماس ونوع من التشويق كده ونوع من الاستكشاف فأنا طول الوقت ببقى عايزة استكشف الطرف الثاني عايزة عرفه من أول وجديد طب يبقى فيها نوع من عارفة كل واحد بيحاول يظهر بشكل أفضل كل واحد بيحاول يدي أكتر علشان يجذب أو يعجب أو يبهر الطرف الثاني أحسن حاجة عنده يعني بيلبس اللي بيقوله على الحبل وكمان بيقول الأفلام كلها أفلام السينما لا لا دا يدخل منافسة في الكلام وممكن أصلا هو طبعا ما بيتكلمش يعني يجي بعد كده بعد شوية بقى إيه هو أنت بقيتش تتكلم ليه قالوا لا أنا أصلا ما بحبش أتكلم طب ما أنت الأول كنت بتتكلم خمس ست سبع ساعات في اليوم وقبل ما بتطلع البيت وقبل ما بتنام وقبل ما بتصحى يعني إيه فيه إيه دا عشان إحنا بنبقى عايزين نهرف بعض عندنا فضول أن أستكشف الطرف الثاني عامل إزاي أستكشف أفكاره ومشاعره عايز أخليه حبني عايز أعجبه بأكتر طريقة أو بأحسن شكل ممكن دايما في البدايات إحنا بنقول أنه الحلاوة والجمال مهمين جدا ودي حالة هنعيشها كلنا ولكن ما ينفعش نعتمد العلاقة كلها علاقة جواز مثلا إحنا بنتكلم في عشرين سنة جواز ما ينفعش أعتمد الجواز كله على البداية لأنه مش دايما البدايات زي ما الحياة الحقيقية هتكون موجودة البدايات أحيانا كتير جدا جدا إحنا حتى مع التغيرات والسوشيل ميديا وكل التغيرات اللي حصلت إحنا بنحاول طول الوقت إن إحنا نعجب الطرف التاني إحنا بنحاول نبهره زي ما قلنا كده إنه طول الوقت أخليه شايفني أفضل شخص إنه يختارني بكل جوارحه مش بس بعقله أو بقلبه فأنا ببزل أقصى طاقة وأعلى مجهود علشان الطرف التاني يشوفني الشخص الكامل والمثالي طيب هل ده إحنا بنبقى قاصدين ولا لا؟ لأن هل أنا ببقى قاصد أكون مبهر في البداية ولا لا؟ أنا بحس إن لا بيبقى غير مقصود خالص غير مقصود تماما إحنا ما بيكونش عندنا وعي أو إرادة أو رغبة فإن إحنا نكون مبهرين في البداية ولكن دايما إحنا عشان نعجب الطرف التاني فإحنا بنحاول نظهر أفضل ما فينا لأ ده أنا كمان يعني إحنا دايما بنقول بنظهر أفضل ما فينا لأ أنا كمان عايزة أقولك العكس ساعات بنعمل العكس يعني أنا لما أحب فممكن في البدايات عايزة أفهمه أنا إيه يعني أنا حياتي كانت ماشي قبليه إزاي إيه الانكسارات اللي أنا مريت بيها أنا ممكن أحكي له على معظم نقاط ضعفي معظم جروحي وانكساراتي والهزيم اللي أنا مريت بيها في حياتي فبل بالعكس إحنا كستات وكبنات بحاول أقوله إنت بقى إنت اللي ربنا بعطك ليا إنت السند إنت اللي هتبقى في ظهري فممكن أحكي له على تفاصيل ممكن مثلا تبقى في العيلة ممكن أحكي له على تفاصيل على علاقة قبليه اللي هو خلي بالك هو عمل كذا وكذا وكذا طيب إيه عا تعمل زيه ودايما على فكرة هو مش بس الست لا كمان الراجل بيتكلمه في اللي فات يعني دايما بحكي له على المساوئ العلاقة اللي قبله فإيه عا تعمل كده يعني إيه عا تجرحني إيه عا توجعني خلي بالك دخني فإلا الخيانة إلا كذا أهلك كذا فأنا بحكي له على اللي بيوجعني فده صح برضو في البدايات مش ده بيقرب أكتر مش مفوض أن أنت تفهمني مش دايما بيقرب لما نحكي عن الماضي أو عن الحاجات اللي حصلت قبل كده يعني دايما بنقول أنه حتى لو هنحكي مهمة قوي أنه احنا نحكي بلا مت ما ينفعش نحكي كل التفاصيل ما ينفعش نحكي بشكل مستفيد عن العلاقات اللي فاتت لأنه ده بيخلق مشاكل غيرة بيخلق مشاكل في المستقبل أنه أبدأ أقارن بيني وبين الشخص القديم فعلى قد ما نقدر احنا لازم نحكي لعلاقات ونقول أن احنا كنا مثلا متجاوزين أو مخطوبين لشخص ما ولكن بدون ما ندخل في تفاصيل العلاقة كل ما تكلمنا أكتر وكل ما دخلنا في تفاصيل أكتر كل ما ده في المستقبل هيعمل مشاكل طب إفريد هو سألني إيه الحاجات اللي أنت بتحبيها في الراجل اللي أنت بترتبط بيه طب إيه الحاجات الوحشة أو الحاجات الصعبة بالنسبالك عشان أنا ما عاملهاش طيب وده سؤال دايماً بيتسئل في البدايات أنا هقول إيه بقى أي أنا بحب إيه وبتدايق من إيه من غير ما أقول أنه كان الطرف الثاني بيعمل إيه وهي مفهومة يعني الحدق يفهم لا حتى لو كان مش أنه الحدق يفهم حتى لو كان أنه أنا بركز على أنا محتاج إيه هي أكبر مشكلة بتواجهنا في البدايات أو في العلاقة عموماً اللي هي ليه حلاوة البدايات بتسحرنا أو ليه حلاوة البدايات بيتضحك علينا بيها لأنه إحنا بنكون عندنا تعطش أنا دايماً في الكورسات أو حتى في الجلسات بتكلم عن فكرة الاحتياج أنه طول ما أنا محتاج وجود شخص معايا يعني أنا عندي حالة من الاحتياج أنه أكون مرتبط أو أكون في علاقة فدايماً بدور على أفضل شخص مناسب دلوقتي اللي هو في الحقيقة ممكن يكون مش أفضل شخص يعني لو أنا مش محتاج مش هختار الشخص يعني قصدك أنا لما أكون عطشانة بجري على أي مية أيوه يعني مية بقى صحية مية باللمون مية بالبرتقال مهم مية أنا عطشانة هشرب أي حاجة أصاد بس لكن لما أكون أنا قريدي مش عطشانة فلما بتتحطوا قدامي زازة مية فبسأل طب هل دي كذا طب دي أورجانيك طب دي يعني ببتدي العقل يشتغل أيوة المنطق يبقى موجود في العلاقة المنطق فإحنا أكبر وأسوأ حاجة بتحصل في حلوة البدايات هو إن إحنا بننبهر بالشخص التاني دايما بنسأل سؤال هل إحنا بنختار بالعقل ولا بالقلب كل الناس اللي بتقول بالعقل حتى في الآخر بنختار بالقلب ولكن لما يبقى فيه شوية منطق وإحنا بنختار بالقلب بيخلي العلاقة أقرب ما يكون للسواء هي الفكرة هنا انبهرنا بالشخص كل ما كان فيه انبهار كتير قوي عارفة فكرة السباركل الكتير وفيه ناء يعني ده بغيب وقلوب كتير كتير ده دليل على إنه فيه مشكلة ما هتحصل كل ما زاد العطاء وكل ما زاد الابهار عند الرجل أو الست في العلاقة كل ما كان ده دليل على إنه دي علاقة مش صحية أو في المستقبل هيبقى فيها مشكلة أنا بحس إن إحنا كبانات إن أنا اللي برسم الحالة الحلوة اللي أنا عايزة عيشها أيوة يعني أنا عايزك تبقى بالصورة الفلانية فخلي بالك ده أنا اللي رسمى لك الفريم الحلو ده في خيالي وحطاك بطل الرواية ده حقيقي صح؟ يعني عشان كده إحنا كستات بتنتصدم لإنه هو ما قامش بالبطولة يعني هو ما عارفش يمثل الدور زي ما أنا عايزة اللي أنا رسمى اللي أنا رسمى هي فكرة هنا أحلام اليقظة أنا عندي أحلام يقظة أنا بتخيل إن الشخص ده بالزبط الفارس الهمام وعاو درسم الصورة دي جوايا كتير وكل عمل هو بيعمله صغير أنا بكبره جدا أوي بننفره علشان أنا عايزه يبقى كبير صح؟ يعني أنا اللي بتحك على نفسي بعقلي عشان أنا نفسي إن الصورة تبقى شكلها حل نفسي إن هو يبقى أحسن شخص أو يعني ممكن مثلا إحنا بنشوف في البدايات علامات كتيرة غريبة يعني فيه علامات بتظهر كده يمين وشمال وأنا عشان بحب وعايزة لغاية دلوقتي يكون هو البطل الرواية اللي الناس لسه بتتفرج عليه في السنة ما ما كرهتوش ما بقاش شراني فأنا ممكن مثلا عارفة في عيد ميلادي وعارفة إن معاه فلوس يا بنات عشان بس إحنا بنقنع نفسنا بكده وإنت عارفة إن معاه فلوس بس يجي مثلا يعمل حركة كده مش لطيفة يجيب لك شوية ورد أو يروح متخانق معاك قبل عيد ميلاديك ويعمل له فيلم كبير وبعد كده يصالحك فأنا أضحك على نفسي يقول إيه ما كانش يقصد لا 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 يمكن مثلا كان عنده مشكلة وما كانتش معاه الفلوس قد كده لكن دي علامة بس أنا اللي مش عايزة شوفها ده حقيقي إنه هو راجل بخيل أو ما بيحبنيش فمش يجيب لي مش مقدارني يعني مجرد التأدير فهل العلامات دي مهمة إن إحنا نقف عندها ولا مراية الحب عامية أصل برضو معلش يعني يا إبراهيم ما تقنعينيش إن أنا بحب قوي في الأول وشايفها هير وفظيع وابتدي بوس العقل يشتغل أنا بحس إن العقل ما بيشتغلش خالص غير من أول ما العلامات الكبرى تظهر طيب بش الصغرى بص يا إمان إحنا عندنا حاجة اسمها مصطلح جديد كده للعلامات اسمه الريد فلاج الريد فلاجز يس عملنا عليه حلقة قبلك الريد فلاجز بتظهر في العلاقات بتبان جدا ولكن علشان إحنا مراية الحب عامية أو علشان إحنا عايزين نضحك على نفسنا أو نعدي إنه أنا ما صدقت إنه حد ارتبط بي أنا ما صدقت إنه أنا بقيت في علاقة وما صدقت إنه أنا بحب إنه أنا بتحب أكتر لا أنا الست بيفرق معا إنه أنا بحب لا إنه أنا بتحب إنه فيه شخص في حياتي إنه فيه شخص موجود بيدعمني بيديني الأمان أنا مفتقد ده كله طول الوقت ففكرة العلامات أو الريد فلاجز دي لما تظهر بتبان واضحة جدا كل اللي حواليكي هيشوفوها ويشوفوها بشكل واضح جدا أنت الوحيدة اللي جوه العلاقة علشان مراية الحب عامية أو علشان إحنا عقلنا بيبقى ملغي وقلبنا اللي شغال فإحنا بنشوف العلامات ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا وبتعدي علامات كتير جدا فكرة العصبية خلينا دلوقتي إبراهيم بردو عشان الناس تحب إيه ندخل لها دغري خلينا نتكلم عن العلامات المهمة الخطيرة في بداية العلاقات في البدايات في حلوة البدايات إيه العلامات إنه أنا لما أشوفها كبنت أو كست أبتدي أقلق قبل ما ترمي قلبك كله وكيانك كله للراجل ده خلينا عندهم كده أول علامة العصبية العصبية منه هو؟ منه هو إنه هو يبقى شخص عصبي ومش بالضرورة في البداية يبقى عصبي معك أنت بس هيبقى عصبي مع الناس اللي حواليه وإنته بتتعامله مع بعض هتلاقيه بيتعامل مع الناس اللي حواليه بشكل فيه عصبية علاقته بأهله مهمة جدا 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 وخصوصا علاقته بولدته رقم واحد العصبية العصبية رقم اتنين علاقة الراجل ده بأهله هي علاقة الولد أو الراجل بأمه قبل الجواز بتبين إحنا عندنا مشكلة واحدة بس فيه أو مشكلتين خلينا أنه هما تنين اللي اتنين اللي هما الإكستريم المبلغة المبلغة في أنه الولد يبقى ابن أمه ما تمش في طعمه عاطفيا أو أنه يكون قاسي جدا على أمه فالتنين دول النوعين دول أو الشكلين دول دول اللي بيبينوا إذا كان الراجل هيقدر يكون حنين أو يراعي الست ولا لأ لما يكون قاسي على أمه جدا وبيتعامل معاه بشكل فيه شدة وقصوة ده معناه هنا أنه هو هيتعامل معاك بنفس المفهوم والنحية التانية لو كان تابع لأمه أو ما كانش ليه شخصية مستقلة كراجل مع والدته دي معناها برضو علامة مش كويسة يبقى المبلغة في الاتنين ناخد بالنا يعني يا أمي 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 دي بطريقة مرضية مجنون يا اللي هو قاسي جدا فما تفرحيش لأن برضو فيه بنات تقولك إيه لا ده على طول قلب على مامتك بتاع مش هتحكم عليها فبرضو تخافي يعني لا ده حلوة أو تخافي ولا وحش أو تخافي اللي لسه بنكملين في علامات حلاوة البدايات اللي نخلي بالنا منها جدا عشان البدايات دي توصل لبر الأمان ما توصلش للنهايات خلينا نروح أستاذ إبراهيم ونشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكى أنه مع الناس في الشارع ونشوف بيقولوا إيه عن حلاوة البدايات وإيه يعني الجواهم تعالوا نشوف مع بعض في الأول عشان بتبقى لسه بقى في الأول وفي حماس بقى وكده فبتبقى كل حاجة بقى حلوة وانت شايف بقى وبتطلع قلوب من وشك من الآخر بعد كده بقى بتبتدي تدريجيا بقى بتشوف حاجات ما كنتش شايفها بعد كده بتبقى مثلا بتيجي فصلة خطوبة لو هتتخطبه فبتيجي بقى أولويات بقى اللي هو بتعمل شقة مش عارف إيه الكلام ده طبعا هي بتبقى أولويات مش أكتر لا حلاوة البدايات دي بتروح لحالة أصلا يعني فترة وبتروح لحالة لا هي تفرق طبعا ما بين الشخص والتاني بس ومفوط إن هي ما تتغيرش الطاقة هي نفس الشغف بنفسه كل حاجة تجاه الشخص اللي أنا أكيدا حبيته هي بتختلف شوية يعني في الأول طبعا الدنيا بيكون مختلفة ولسه ناس تتعرف وفيه يعني شغف أو كده وبعد كده الدنيا بتقل واحدة واحدة طبيعيا ما بحس إن يعني الشخص ده بقى في حياتي وخلاص ثابت معي مثلا أو كده الناس تبقاش ضمن بعضها في الأول يعني بعد كده لأ الدنيا عادي بتقل شوية انت الشخص ده بتبقى مخصص له ساعة أو اثنين انت اللي بتختار في اليوم إنما لما هتبقى بقى على مدى طويل انت حياتك في وشه على طول كده أكيد هتتغير يعني مع المسؤوليات ومع الشغل ومع المشاغل الحياة عموما فإحنا بنبدأ نتناسق أشياء معينة ومقابل أن انت بيتضاف عليك مسؤوليات فالمسؤوليات دي بتخليك للأسف مش بتتغير يا معاملتك بيتغير اهتماماتك بيبقى فيه حاجات زيادة اهتمامات بيجي عليك فانت بتضطر للأسف ده يأثر على العلاقة اللي بين الطرفين يعني هو لو المشاكل ففي مشاكل بتهد العلاقة وفي مشاكل بتقويها اللي هو احنا اتنين هنسيب بعضي وحصلت مشكلة ورجعنا فاحنا لا بنقوى أكتر إن احنا مع بعض وما سيبنوش بعض فده من نسباني إن ده بيقوي الحب أكتر ده بيرجع للطرفين يعني الحب اللي بينهم ممكن تبتدي علاقة الحب مفيش أصلاً الجواز مفيش علاقة حب جواز صالونات زي ما بيقولوا مع الوقت لقينا فيه اتنين بيبينهم ارتباط والله طبيعي لازم تتغير بس التغير هنا بيكون المستوى الأحسن لا لا مفيش أي حاجة بتتغير هو اللي شفناه في الخطوبة من مصداقية ومن كل حاجة هو بيفضل بعد الجواز طبعاً يا فيه زهق ممكن شوية زهق كده مثلاً لو أنت مثلاً في حاجة أنت بتبقى منعيحها في الأول تيجي بقى بعد فترة يا لأ يا بقى خلاص هي عايزها فأيها تعاند فكل ده بقى بيروح حلوتي بدأت دي بتغير أنا شاف إن هو أم عاجل تقدير أنت لو بتقدرني مهما حتى أنا جيت عليك أو مهما إحنا جينا على بعض في الآخر الدنيا هتبقى كويسة وهنقدر نرجع لبعض تاني هو أكيد اللي بيأثر على العاطفة أن أنت تجزي بالخداع الحاجات دي إنما كحياة طبيعية أنت مفروض تبقى معقلم نفسك أن دي حاجات هتحصل بالفعل أنا لو بحب الشخص وتغير علي أنا هفهمه وهبقى معي لحد ما يغير أسلوبه نبقى برضه مع بعض ده الحب ابدا بالنسبالي تدى يظهر مثلاً مشاكل بين الاثنين عدم تفاهم أنا عايز أعمل حاجة أنا عايز أعمل حاجة اختلاف وجهات نظر ممكن يدخل بين الاثنين يدمر كل حاجة كانت موجودة بينهم ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسه معنا في الستوديو الأستاذ إبراهيم خطاب أخ الصائي نفسي واستشاري أسري ولسه بنتكلم على العلامات الخطيرة اللي أنا أشوفها في بداية العلاقة أو حلاوة البدايات اللي تقلقني إحنا قلنا العصبية قلنا العصبية وقلنا علاقته بأهله علاقته بأهله خصوصا أمه لو حلوة قوي أو وحشة قوي دي برضو تقلق لتنين ده حقيقي تالت علامة البخل البخل أعرف إزاي أنه هو بخيل في العلاقة طيب البخيل أنت قلت من شوية أنه معاه فلوس ممكن يكون معاه فلوس ولكن هو بيجي قبل العيد ميلاد أو قبل أي مناسبة ويهرب بشكل أو بآخر البخيل أو الكريم بيكون باين عليه جدا وهنا مش بتكلم بس عن بخل الفلوس لأنه إحنا عندنا أنواع كتير قوي من البخل من أهمها البخل المادي ولكن أسوأها وأصعب نوع هو البخل العاطفي أنه يبقى بخيل في مشاعره بخيل في عطائه بخيل في كلامه بخيل في طريقته والله اللي اتنين أسوأ من بعض يعني لو بخيل في الفلوس حياتك هتبقى جحيم لأنه أنت هتفضل يطول للوقت أنت اللي تديه وانت اللي توفاري وتشتغلي وتصرفي عليه وتديله لما يكون مزنوق ومن البداية ماما ليه بخيل إحنا نعمل بي إيه يقعد جنب ماما خلاص تاني حاجة البخيل العاطفي بقى هيئهرك يعني يئهرك يعني تبين مستنية كلمة حلوة مفيش مستنية تقدير حتى اللي وعملتله أكلة حلوة ولا مثلا لبستله دراس حلوة مفيش طب وحشتيني ماشي معاكيد أنت وحشين يئهرك البخيل العاطفي ده حاجة لا تطاق يعني أنا عندي أن يبقى شوية في الفلوس ولا أنه في العاطفة يبقى بخيل فده بيكون باين جدا في بداية العلاقة أنه هو شخص بخيل بخيل في عطاء وبخيل في مشاعر وبخيل في مديا فبالتالي دي نقطة لو لقتيها يعني أقفي عندها كده أقفي عندها وفكري فيها كويس ايه تاني من العلامات الكبرى في حلوة البدايات طيب العلامات الكد الكد الكدب الكدب نقطة مهمة قوي أنه الشخص أو الراجل أو الست حتى لو بتكذب أو بيكذب كتير في بداية العلاقة فده معناه أنه في حاجة غلط أنه برضو هيرجع يكذب عليك أعرف إزاي أنه كدب لأن في البدايات برضو إحنا بنبقى سايبين ودنا كده عايزين نصدق أي حاجة تقولها لو قال لي أنه بيمشي على الحيطة هصدقه لو قال لي أنه بيطير بالليل أنا مصدقة جدا وتلاقيني بقى عطيفون آه لا ده أنت خارج إيه ته الجمال ده فاللي هو إيه الحاجات اللي تخليني لا أقفي فوقي ده كداب يعني في البدايات بجد ما بنسمعش اللي ممكن يخلينا يفوقنا لا أي حاجة أنت تمام طيب عشان إحنا في البدايات ما بنسمعش اللي بيفوقنا فتعالي نقول أنه الكدب بيكون باين جدا فيه أنه هو بيقول معلومات وعكسها لو شغلنا عقلنا شوية دلوقتي مع انتشار السوشيال ميديا ومع انتشار الانترنت ده بيخلينا نعرف بعض أسرع نعرف الحقيقة بشكل أوضح اللي بيكتب بيجي عليه وقت ويتكشف مهما كان بيحاول أو مهما كان بيعافر بيجي عليه وقت وبعدين يتكشف بالزبط فكل ما كان فيه كدب وخصوصا لو كدب صغير كده فده معناه أن دي علاقة هيبقى فيها مشاكل كتيرة جدا اللي هو لو قالك مثلا أن أنا في الشغل وفجأة لقيته مش في الشغل في الشارع أو بتاع خلاص دي بدايات الكدب الصغير اللي تقولك إيه ما هو يعني حاجة صغيرة لا هتكبر وفي الآخر النهاية هتبقى مؤلمة لأن الكدب ما بيتعالجش يعني أنا من أسوأ الصفات في الرجالة وفي الستات على فكرة الكدب وانا بتكلم عن الكدب اللي فيه مبلغة شوية كل ما كان الكدب فيه مبلغة كل ما كانت دي علامة على أن احنا نرجع وراء ونخاء ونهدى كده ونفكر بشكل عقلاني طيب من ضمنه أهم العلامات اللي احنا بنتكلم عنها فكرة الشخص المراوغ أنه ملوش مسكة ما قدرش أعرف هو بيروح فيه ما عرفش هو بيعمل إيه لما يتكلم عن أهله بيتكلم بغموض لما يتكلم عن صحابه دايما فيه معلومة نقصة فالغامض ده هيفضل بعد كده هنكمل في العلاقة وإحنا عندنا فيه نوع من الغموض طيب فيه علامة تانية في البداية محتاجين ناخد بالنا منها أيها الغامض ده هو طبيعته غامض يعني ده هيأثر يعني مؤذي في الآخر مؤذي طبعا ولا هو غامض لنفسه تخيالي عايشة مع شخص غامض شخص لما بيتكلم ما دي تقتل أنا عارف معلوماته نقصة تخيالي إحنا في البداية والمفروض أن ده أكتر وقت أنا باتكلم فيه بحرية بكون فيه صريح بكون واضح لو أنا في الوقت ده كنت غامض وفيه غموض أحيانا بيبقى الغموض متعلق بأهله متعلق بشغله بشغله بفلوسه متعلق بحياته دي كلها نقطة تخلينا ناخد بالنا إن إحنا رايحين في اتجاه غلط طيب فيه نقطة كمان ودي موجودة خصوصا عند الراجل أنا بالنسبة لي فكرة الطموح إنه الراجل ما يكونش طموح ما يكونش عنده رغبة إنه يعمل حاجة في المستقبل في البداية إحنا بنبني حياة مع بعض فلما الستة تعطي تتكلم مع الراجل وتقول له مثلا إحنا عايزين نغير البيت أو نفسي نكون في بيت أكبر أو نسافر المكان ما لو هو ما عندهش طموح إنه يعمل أي حاجة من الحاجات دي ودايما عنده تشاؤم ودايما شايف الحياة سودة ودايما شايف إن إحنا الحياة وحشة قوي ده دليل على إن دي هتبقى مشكلة كبيرة في المستقبل إنه مش هيبقى عايز يتغير أو مش عايز يتطور مش عايز يوصل لحاجة أبعد من اللي هو فيها لا هو مش بس إنه هو مثلا مش طموح لنفسه لا ده كمان فيه فيه نوع سيء جدا اللي هو بحس إن الراجل ده طموح لنفسه هو بس يعني الطموح ليه هو يعني أنا أفضل جنبه أسعده وأكبره وماشاء الله أول ما يقف على رجله فبتلاقي الطموح ده بيروح لوحدة تانية يعني واحدة تانية تاخده بعد ما بقى معاه عربية وبقى معاه فلوس وجنبيت كبير ففجأة دور الست ده بيخلص والطموح لوحدة تانية ليه؟ يعني ليه دايما الست لما بتدي بكل ذاتها وكل مشاعرها وفلوسها على فكرة يعني من قديم الأزم خلينا نقف عند النقطة دي وخلينا أقولك نقطتين أخرينين وبعدين نرجع للسؤال ده لندي نقطة مهمة إحنا عندنا فكرة العنف إنه يكون شخص عنيف أو صريط اللسان في البداية دي علامة مقلقة جدا ونقطة مهمة كمان هو إنه يكون دماغه أو رؤيته للأمور كلها سودوية إنه هو بيبقى شايف الحياة بشكل سودوي تماما ده شخص في البداية لو لقيت الشخص إنه سودوي أو الحياة كلها بالنسبة له لا أجري أجري بسرعة مش نقصين نكل مش نقصين نكل طب ننهي بقى بآخر إنه أنت لقلتيني الحتة المادية أو لقلتيني إيه الحتة إنه الست بتدي كتير آه ست بتدي كتير طيب قبل ما نقل ده سؤال خليك فاكرة لا ده أنا فاكرة عشان هنختم بي دلوقت طيب أهم نقطة بقى في الحلاوة البدايات خير يعني دايما كنت أقول كده ستاة خيرك لغيرك ليه؟ ليه خيرها لغيرها طيب أهم نقطة في العلامات هي حاجة اسمها قنبلة الحب وده مصطلح علمي معنى إنه أول ما ندخل في أول العلاقة هتلاقي الطرف التاني بيدي كتير جدا 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 بشكل مبهر فجأة واحدة هدايا فجأة واحدة مكالمات كتير فجأة واحدة هو موجود 24 ساعة وتحت أمرك واللي تطلبيه واللي تتمنيه هو هيدهولك فكرة قنبلة الحب دي دليل وعلامة على إن دي عاملة زي القنبلة هتفرقع وتطلع دخان كتير وبعدين تطفيه فلما تكون في مبلغة شديدة في المشاعر أو في العطاء دي نقطة محتاجين نقف عندها ونقول للطرف التاني لا إهدى بالراحة وإنت بتدي قدي شوية قليل علشان اللي عندك ما يخلصه بسرعة في وقت قليل قوي خلال شهر أو اتنين القنبلة دي تفرقع وكل ده ينتهي فنرجع نكتشف إنه الحقيقة كانت عكس المشاعر دي ولكن المشكلة بتبقى إن إحنا دخلنا وتعلقنا طيب كان سؤالك إنه ليه الست بتدي أكتر بكتير من الطبيعي وإن الراجل لما يتعود إنه ياخد في الآخر ما بيديش آه ليه خير وما بيبقاش ليها بقى للست اللي وقفت جنب طيب لأنه الست لما يكون ما عندهاش تأذير لدتها لما يكون ما عندهاش رؤية إيجابية وشكل لسوي لنفسها وإن هي بتدي كتير دايماً اللي بيدي كتير هو أنا عشان أدي كتير ولا أنا عشان ست شيك ولا أنا عشان بجيب هدية لجوزي ولا ساعدته مثلاً إنه يجيب عربية ولا لو أنا إمكانياتي المادية تسمح هل أنا ده بيبقى عدم ثقة في نفسي كست لا طبعاً فرق كبير يا إيمان بين الست اللي بتدي كتير بدون حساب اللي بتفضل جوزها وتفضل ولادها على نفسها ده أنا شايف أن دي ست حلوة لا طبعاً لأ ده أنا موزة جوحش جداً إنه أنا أفضل شخصاً على نفسي إن أنا أدي أكتر من الطبيعي آه كلنا معظمنا كده الراجل هنا أنا بظلمه وبظلم نفسي أنا بظلمه لأن أنا عودته إن أنا قمت مكان أمه أنا بقيت في المكانة بتاعة الأم مكانة الأم اللي بتدي كتير طول الوقت فبدل ما تدي طول الوقت لأ أدي لنفسك الأول زودي ثقتك بنفسك أكتر ما تديش أكتر من الطبيعي لأنه كل ما بتدي أكتر ده معناه أنه الطرف التاني بيتعود على الحجم ده من العطاء وبتتحول العلاقة بعد كده ده فعلاً حقيق جداً إحنا هنعمل حلقة برضو كاملة اللي هو ليه دايماً بيدي خيره لغيرك بس بالتفاصيل لكن أنا عايزة أقول برضو إن معظم الستات المصرية متربية على العطاء كده وست جدعة وست أصيلة خد السيغة روح يعمل مشروع خد السيغة روح أتلك ميكروباس واشتغل عليه فاللي هو صحتها ومجهودها وفلوسها لكن إحنا لو بالمنظر ده بنرجع غلطانين في النهاية ونبقى أنت ست ما عندكيش استحقاق بذاتك وعدم ثقة بنفسك وما بتديش لنفسك السعادة فالرجل اللي أصادك بيشوف ده لا إحنا نرجع بقى للمدرسة وعشان خطر يا بوس إيديك وتعملونا مناهج للبنات الصغيرين في المدرسة إزاي نطلح عندها استحقاق بذاتها وإن العطاء اللي بالشكل ده غلط إن انت لما تبقي حلوة قوي كده هيسيبك إن انت لما تبقي معطاء قوي كده حياتك هتبقى سودة فأني بشكرك جدا أستاذ براي إن شاء الله يبقى لنا حلقات تانية في حك إن نورتنا في ماس بيرو شكر ليك يا فد وشاهدينا خلصت حلقتنا وأعتقد قلت بما فيك كفاية السلام عليكم